قال خالد رمضاني ان كلمة الرئيس سيتيمشين استعرضت الانجازات الصينية على مدار السبعين عاما الماضية واضهرت ان الحزب الشيوعي الصيني لم يدفع الشعب الصينية الى تحقيق معجزة في تاريخ التنمية البشرية فقط بل وجعله واثقا من مواسرة التطور في المستقبل الحزب الصيني او الحزب الحاكم الان هو كان قاطرة الدفع للصين هو اخرج مكان من الشعب الصيني وكان من الزكاة ان يتم تطبيق الاشتراكية ذي النكهة الصينية يعني ليست هي الاشتراكية السوفيت وليست هي اشتراكية الكتل الشرقية ولكن كانت اشتراكية بنكهة صينية ذكر الرئيس سي في كلمته ان الصين ستواصل الالتزام بطريق التنمية السلمية والعمل مع شعوب العالم لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وعشار خالد رمضاني لان الصين ساهمت باستمرار في الحاكمة العالمية في السنوات الاخيرة وسوف تواصل دفع نمو الاقتصاد العالمية وتبادل الخبرات والتشارك بالانجازات مع الدول الاخرى الصين من خلال هذه الاستثمارات تريد ان تقدم رسالتها السمحة حقيقة الى الشرق الاوسط ان الاقتصاد يمكن ان يكون هو القاطرة التي تحمل السياسة الصينية الى الشرق الاوسط لو نظرنا قليلا الى الارقام والارقام لا تكزب سنجد انه في العام الماضي كانت حجم المبادلات التجارية بين الصين والدول العربية تجاوزت 244 مليار دولار واكد خالد رمضاني على ان كلمة الرئيس سيتمشين ارسلت للعالم شارطا واضحة بان الصين ستوصل اتباع مسار التنمية السلمية كما اظهر الاستعراض العسكري لليم الوطنية ان الصين تملك قوات عسكرية كاملة للدفاع عن السيادة وحماية السلام العالمية وذلك يدل على مدى حبها للسلام وعدم خوفها من اي تهديد او استفزاز من اي جهة من الجهات ليس معنى ان دولة تمتلك اسلحة نووية انها سوف تستخدمها ولكن هذه يمكن ان نفهمها في اطار نظرية الردع يعني الصين لديها اسلحة نووية والولايات المتحدة لديها اسلحة نووية وفقا لنظرية الردع لا يمكنني ان اضربك طالما ادرك انك يمكن ان تضربني وبالتالي كل مرة عيناه اليوم من عرض عسكري للصين هو في اطار الاحتفال وليس معناه التلويح بحرب سواء مع الولايات المتحدة او مع العالم